بسم الله الرحمن الرحيم الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقصطوا في اليتامى فانكهوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباء فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن قبن لكم أن شيء منه نفسا فاكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا الصفهاء أموالكم التي جعل الله لكم كياما وارزقوهم فيها وقصوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاه فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فكيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نسيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نسيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نسيبا مفروضا وإذا حدر القسمة أول القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم كولا معروفا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم زرية دئافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا إن الذين يأكلون أموالا اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نعرا وسيصلون سعيرا صدق الله العظيم